مدبول يواجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وتحرك المعدات اللازمة لمواجهة أثار سقوط الأمطار خلال مؤتمر ميونخ للأمن شكري يؤكد سعي مصر لتعزيز الإسهامات الوطنية للدول لمواجهة تغير المناخ خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي رئيس نواب يؤكد ضرورة سياغة رؤية عربية لمواجهة الإرهاب الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرام نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والإسراع بتحرك المعدات اللازمة لمواجهة الأثار المترطبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق والأسيام على الطرق السريعة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المحافظين والمسؤولين عبر تقانية الفيديو كونفرنس لاستعرض موقف حالة التقالبات الجوية الراهنة وخاصة الأمطار والرياح والإجراءات المتخدة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الأثار السلبية الناجمة عنها وخلال الاجتماع وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعاون مع أي انقطاعا للمرافق وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص مشيرا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة التقص بوجه عام فضلا عن انتظام إنعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات على مدار الساعة من جانبها أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتين المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشرع ميدانيا لتعامل مع تجمعات المياه وتسيير حركة المرورة وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبار والأنفاق هذا وتشهد العديد من المحافظات حالة من التقص غير المستقرة وانخفاضا في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة وتساقط الأمطار بغازارة ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وتفعيل غرف العمليات بالمحافظات لمواجهة أي مشكلات كما تتابع غرف العمليات بمختلف المحافظات حالة التقص أولا بأول وتعامل السريع مع شكاوى المواطنين هذا وتوقفت حركة الصيد بميناء البرولوس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلتها الطبعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة ما بين متوسطة لغزيرة كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إشارة من ميناء البرولوس بتوقف حركة الصيد اتداء من اليوم نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلتها الطبعية لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفين الدكتورة إيمان شاكر تحاتي لك دكتور إيمان ومديرة الاستشعار طبعا عن بعد بهية الأرصاد الجوية تحاتي لك دكتور إيمان دعينا في آخر مساجدات حالة التقص والتقلبات الجوية التي تشهد بمحافظات الجمهورية أهلا بحضرتك أنتم وأهلا بكل سابق المستهدين للفعل كانت أعلانة هذه الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ أمس وأثرت اليوم على العديد من المناطق يمكن أكثر المناطق اتأثرت أمس كانت محافظات شمال السعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وأدى ذلك لحصول السيول وتشكل السيول على العديد من المناطق وإغلاق الطرق أما اليوم انتدت الحالة لتشمل المناطق الشمالية أثرت على السواحل الشمالية كافة محافظات الوجه البحري انتدت للقاهرة الكبرى وأيضا موضن القناة وسيناء وشمال أرصاد هذه الحالة بسبب المنخفض الجوي المتعمق في طبقات الجو العليا اللي اتصل درجة الحرارة مع هذا المنخفض إلى 28 درجة تحت السفر المئوية وده بيؤدي لتصافة الأمطار الغزيرة والرعبية والمصحوبة بكرات سلجية صغيرة على العزيد من المناطق يمكن تأثرت بحبات البرد بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الدلتا وأيضا محافظات شمال أصعيد الساعات القادمة إن شاء الله هتبدأ سهبأ إلى حد ما كميات الأمطار تكون أقل من الساعات الماضية لكن ما زالت مستمرة على كافة المناطق اللي تم ذكرها ما زالت الأمطار مستمرة حتى الآن وحتى نهاية اليوم بداية من غدا يبدأ يكون فيه تحسن في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء لكن تستمر الأمطار على سيناء غدا إن شاء الله أما القاهرة وباقي منطق الجمهورية تتحسن الأحوال الجوية مع عودة لظهور الشبورة المائية في الصباح البكر ده بالنسبة لحالة الجو اليوم وغدا وإلى أي مدى تستمر تلك التقالبات وماذا عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة بإذن الله الأيام القادمة إن شاء الله سيكون فيه استقرار بداية من يوم الأحد وحتى يوم السلساء لكن هتعاود الأحوال الجوية تقالبات مرة أخرى مع نهاية الأسبوع اعتبارا من يوم الأربعة لكن طبعا إحنا مع حضراتكم أول بأول بنعلن التفاصيل فور انتهاء هذه الحالة هنبدأ نعلن تفاصيل الحالة القادمة إن شاء الله إن ثبتت الخرائط لأنه ممكن تتغير وتضعف الحالة أو تزيد شدتها وإحنا مع حضراتكم دايما بإذن الله الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعض بهيئة الأرصاد الجوية شكرا جزيلا لك أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستسعى من خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ كاب 27 على تشجيع كافة الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاتات المسببة لتغير المناخ إلى جانب التركيز على الانتقال من مرحلة تعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المناخ وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن بلا شك قوة الدفع الذي تم خلقها في جلاسجو في كوب 26 يجب أن يتم الحفاظ عليها ونحن أدركنا أن هذا تعاون بين الحكومات المختلفة والذي يتأثر بكثير من الصعوبات والتعقيدات الموجودة في النظام الدولي الذي يواجه كثير من الضغوط الآن وهذا ينعكس دائما على كيف تتعامل الوفود مع المواضيع الدولية كما نعرف نحن نرأس كوب 27 مؤتمر دول الأطراف القادم ولذلك نحن سوف نتعاون مع رئاسة كوب 27 بحيث لا يتخلف أحد عن الركب ويشارك جميعا معنا وندرك المصالح المختلفة والتنوع في التحديات التي نواجهها ونتمنى أن نتمكن من التعامل مع كل ذلك من خلال توافق من منظور المسؤوليات المشتركة بيننا نحن سوف نستمر في دفع الطموح للوفاء بـ 1.5 درجة معاوية تقليل في ارتفاع درجات حرارة العالم ويجب علينا أن نبني الثقة كذلك كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن أحد أبرز الدروس المستفادة من جائحة فيروس كرونا هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة التي تمثل أزمة عالمية تمس كافة الدول موضحا أن تغير المناخ يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تدعيات غير مسبوقة وفي هذا الإطار شدد شكري على أن التصدي لتغير المناخ ليس مسؤولية مقصورة على الحكومات بل تشمل أيضا المجتمع المدني بجانب القطاع الخاص بالنظر لدوره الهام في توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المناخ ونحن نتمنى أن الخبرة التي تعلمناها من كوفيد-19 وتأثيرها العالمية وإدراكنا أن هذه التحديات العالمية ممكن التعامل معها في كل دولة على حدة أو بمعزل عن المصالح الوطنية ولكن يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع نتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس وعرفنا أن التعاون بين الدولة والسبيل الوحيد قدما لتعامل مع هذه التحديات فكلنا سوف نتأثر سلبا ولدينا مسؤوليات تجاه الأجيال المستقبلية للحفاظ على قوة الدفع هذه للتعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تمكين شباب والمجتمع المدني من الاطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المناخ وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المناخ وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر كاب 27 الشباب بالطبع يجب أن نشركهم فالشباب هو من سيرث هذا الكوكب لذلك نريد أن نقدم لهم مناخ مستدام وإلا سوف يتعاملوا مع تباعات لا ندركها نحن الآن بطبع لذلك لكل هذه الأسباب نحن نتطلع لاستضافة منتدى الشباب قبل كاب 27 لكي نحافظ على هذا الزخم وهذا الضغط على المفاوضين كان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك كمتحدث رئيسي في جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية ضمن فعليات مؤتمر ميونخ للأمن بوصفه الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ كاب 27 هذا وتناولت الجلسة تصورا شاملا لمواجهة التغيرات المناخية يرتاكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتقليل انبعاثات الغاز وإشراك الخبراء في وضع خارطة طريق عملية لمواجهة الظاهرة إلى جانب التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون الدولي في هذا الصدد هذا قد التقى وزير الخارجية سامح شكري كل من نائب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن سافير باريس روجي والمدير التنفيذي للمؤتمر باندكت فرانكا تناول لقاء أبرز التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والدورة المصرية لدعم استقرار المنطقة ماي عبر الهاتف الدكتور أيمن حمدة رئيس الإدارة المركزية لتنوع البيولوجي بوزارة البيئة دكتور يعني وزير الخارجية شدد على إدراك مصر على أن هناك الكثير من القطوات والكثير من العمل لمواجهة تغير المناخ كيف ترى الجهود الدولية كافة الآن واللازمة للحفاظ على تنوع البيولوجي حضرتك طبعا قضائية التغير المناخي يعني القضايا طبعا أعتقد أن الجميع أضوك أهمية التغير المناخي للوقت أو التغير المناخي وإزاي هذه القضية والمشكلة بتحدد يعني أو أحد أهم الكوارث والأزمات البيئة اللي ممكن تحدد فرص بقاء الإنسان على سطح كوكب الأرض بيتعظم هذا التأثير وهذه الكوارث مع التأثيرات المتبادلة ما بين التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي فيه تأثير كبير جدا بين الاثنين برتبطين وبعض ترتباط كبير جدا الاثنين بيأثر على بعض سواء بالسلب أو بالإيجاب لو أحسننا الإضارة هيكون فيه تأثيرات إيجابية لو أحسننا الإضارة بيكون فيه تأثيرات سلبية فطبعا التغيرات المناخية التنوع البيولوجي هو يعتبر أحد أهم الأدوات الطبيعية لما نحافظ على التنوع البيولوجي وناخد إجراءات تصحية لحفاظها على التناوى البروشي والحفاظها على النظام الإيكولوجية والنظام البيئية والحفاظها على التوازن البيئي ده ببقى أحد أهم الأدوات اللي لها دور كبير جدا في امتصاص وتخزين الكربون من الغلاف الجوية وبالتالي بيساعد في التخفيف من حدة التغيرات المناخية احنا في مصر طبعا نضلك الموضوع ده ونضلكه تماما جدا طبعا ومصر طبعا تبوقت مكانة كبيرة جدا على المستوى العالمي في المجتمع المعني بالحفاظها على البيئة علشان كده في الإطار للسعداد لاستضافة مصر للمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية احنا بنشتغل في شغلنا كتنوع بيولوجي على عملية ما يسمى بعملية إعادة صحاح واستعادة كفاءة النظم الإيكولوجية من أهم النظم الإيكولوجية والنظم البيئية اللي بتساعد في امتصاص كميات كبيرة جدا من الكربون بشري المنشأ هي النظم البيئية للأراضي الرطبة يعني زي البحيرات زي المانكروف وهكذا فيحنا في الوزارة شغالين حاليا على استعادة ما فقد أو استعادة ما تدهوض من هذه النظم البيئية لدورها الكبير جدا في امتصاص كميات هائلة وتاخدين كميات هائلة من الكربون وبالتالي بتخفف من حدة التغيرات المناخية فعندنا مشروعات لتقييم كفاءة الغابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر كله ونقيم كمان بنحط معادلات لأدئيه كل مساحة معينة بتخزن أدئيه من الكربون وعندنا برضو في نفس الإطار برضو إزاي نقيم مدى التدهور ومدى حالة كل المناطق اللي فيها جابات المانجروف وعندنا خطة بالتعامل مع الجامعات والبراكس التحسين عندنا خطة لاستعادة والإعادة تحييل هذه المناطق المتدهورة في نفس الإطار بنشتغل برضو على الشعاب المرجانية لأحد برضو أهم النظم اللي لها طول كبير جدا في الحفاظ على الشعوات وغير طول الترفيه طبعا والحفاظ على المدن السحلية من حد من تأثيرات زيادة ارتفاع معدلات سطح المياه برضو عندنا نفس الأمر بنقيم الشعاب المرجانية عندنا في مصر وبدأنا برضو مع أحد الجهات اللي نحن نشتغل على حيث أنه عندنا حضانات لعملية استزراع الشعاب المرجانية وأنه نحاول أنه نزرع برضو الشعاب المرجانية في الأماكن التدهورة كل ده علشان خاطر نقدم للعالم إن شاء الله في المؤتمر الأطراف اللي إن شاء الله يعقد في نهاية هذا العالم نقدمه نموذج نقوله أنه مصر هي شغالة إحنا مصر بنشتغل طبيعي بنحافظ على التنوى البيولوجي بنحافظ على النظم البقية وفي نفس الوقت بنحافظ على التغييرات المناخية أو بالسعادة للتغييرات المناخية ده عشان ندي نموذج آخر معلومة بس عشان ندي نموذج لإزاي كله يشتغل مع بعضه وده طبعا في إطار المبادرة المصرية أو اختصارا المبادرة المصرية اللي أطلقها سيادة الرئيس فخمت الرئيس الجمهورية في 2018 في مؤتمر أطراف التنوى البيولوجي اللي تعامل عندنا في مصر المبادرة دي كنت تتكلم على إزاي أعمل تغييرات وتأثيرات وأنشطة بتربط كل التأثيرات اللي بتهدد أو الأزمات البيئية تغييره مناخ يربطه مع التنوى البيولوجي مع التفحط فإحنا بنقدم نموذج لإزاي نعمل إجراءات نحافظ مع التنوى البيولوجي وفي نفس الوقت نواجه التأثيرات السلبية للتغييرات المناخية أشكرك جزيلا دكتور أيمن حمد رئيس الإدارة المركزية للتنوى البيولوجي بوزارة البيئة وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزري الربعي المعني ببحث تطورات عملية السلام في شرق الأوسط وذلك بمشاركة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا يأتي ذلك في إطار الجهود المتوصلة لبحث سبل إحياء مصار السلام سعيا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية كما بحث وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الحزب المسيح الديمقراطي الألماني سبلات عزيز العلاقات التنائية بين مصر وألمانيا كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك هذا وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري كل من رئيسة المفوضات الأوروبية أرسولا فوندرلاين ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وخلال لقائه رئيس وزراء لبنان ناجي ميقاتي جدد وزير الخارجية سامح شكري تأكيد على الاهتمام البالغ الذي تليه مصر لاستقرار لبنان الشقيقة ومواصلة دعمه في مواجهة تحديات المختلفة كما شدد شكري على أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا للبنان والحفاظ على تماسك نسيجه الوطني وتلبية تطلعات شعبه نحو الاستقرار إلى جانب دورها الفعال في مواجهة التغير المناخية تبقى مصر رمانة حفظ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وضع عززتهم مواقف مصر تحت مظلة الأمم المتحدة ودورها المحوري في دعم الأشقاء وحال النزاعات دور تاريخي ومحوري قدمته مصر في منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام لا سيم التطحيات التي قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية في سبيل تسوية النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين تحت راية الأمم المتحدة مصر حافظت على وضايتها ضمن أكبر الدول المساهمة بقوات حيث تشارك في اللحظة الراهنة بأكثر من ثلاثة آلاف عنصر يؤدون واجبهم تحت راية الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار وبناء السلام في مناطق النزاعات وبما في ذلك بعدد من أكثر مناطق النزاعات صعوبة وخطورة وفي إطار حرص مصر على توفير أعلى مستويات التدريب لحفظات السلام واصلت مصر دعم الأشقاء الأفارقة من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مراكز التدريب المصرية المعنية بعمليات حفظ السلام وفي مقدمتها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ ومناء السلام صاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال اهتمام كبير أولته أيضا مصر بالمشاركة في كل فعاليات الأمم المتحدة ولذا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية على حضور معظم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام لعرض رؤى ومواقف مصر اتجاه القضايا الإقليمية والدولية كذلك تم اختيار مصر لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة ممثلة للقرى الأفريقية للمرة السادسة في تاريخها ورئاستها للجنة الإرهاب بالمجلس الأمر الذي كان له عظيم الأثار للدبلوماسية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمحافظة على الدولة الوطنية ومؤسستها في مناطق الأزمات وذكثيف النشاط في عدد من الدوائر غير التقليدية مما أسهم في استقلالية المواقف المصرية واكتسابها احتراما ومصداقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد اكد رئيس مجلس نواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ان العالم العربي يمر بمنعطف خطير وتطورات متلاحقة تفرض علينا ان نكون على قدر مسؤوليتنا وخلال كلمته في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقهرة اوضح جبالي ان تفشي الارهاب يحمل تداعيات خطيرة مشددا على ضرورة تكامل الجهود وتنسقها لسياغة رؤية عربية لمواجهة الارهاب يفرض علينا تفشي الارهاب والذي يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الامن القومي العربي ان تتكامل جهودنا العربية وتتحد لمكافحة تلك الظاهرة البغيضة التي اطلت بوجهها القبيح على شعوبنا ومجتمعاتنا العربية الامر الذي يستلزم منا نحن البرلمانيين ضرورة تنسيق جهودنا البرلمانية العربية من اجل صياغة رؤية عربية لمكافحة الارهاب قوامها معالجة الظروف والازباب الحقيقية المؤدية الى انتشاره بالاضافة لبناء قدرات دولنا العربية في منع ومكافحة الارهاب وتشفيف منابعه فضلا عن التصدي بفاعلية لخطاب الكراهية والحجد والتحريض الذي تتبعه الكيانات والتنظيمات الارهابية لتجنيد عناصر جديدة للانضمام لتلك التنظيمات الظلامية اكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين ابو شقة ان دولنا العربية نجحت في القضاء على الارهاب وتطرف واوضح وكيل مجلس الشيوخ خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ان هذا النجاح تحقق بفضل الادوار المنوطة بالجهات المعنية بدولنا ووفق الدور النموذجي الذي طلعت به المجالس والبرلمانات العربية في سن القوانين والتشريعات لمناهضة تلك الجرائم النكراء وكذلك الدور الرائد لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في المنظومة القانونية العربية وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الجريمة المنظمة في اطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة اشكال الخروج على القانون والانشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الامنية في اطار تنفيذ اجراءات الخطة الشاملة التي اعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فقد وصلت اجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الامنية في كل من مجالات تخصصه اسفرت جهودها خلال اسبوع عن تحقيق النتائج الايجابية التليئة تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار اسبوع نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الامنية ففي اطار تنفيذ اجراءات الخطة الشاملة التي اعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع ستة الاف وستمائة واحدة وخمسين قضية تمونية متنوعة وضبط الف ومائتين وسبعين قضية في مجال منع تداول الارجيلة بمضبوطات بلغت ستة الاف وتسعمائة وثلاس واربعين ارجيلة اضافة الى غلق اربعة الاف وتسعمائة وستة وتسعين محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد خمسة واربعين الفا واربعمائة وواحد وعشرين شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم اسفرت جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع عن ضبط تسعة الاف وخمسمائة وتسع واربعين قضية تمونية متنوعة من بينها مائة وإحدى وستون قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت واحدا وثلاثين الفا وسبع وعشرين استوانات بوتجاز وضبط ست وثلاثين قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت ستمائة وخمسة وعشرين الفا ومائة وتسعين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 9352 قضية السلع الغزائية وتمونية بمضبوطات وزنت 1252 طن و200 كيلو سلع غزائية متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 338404 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 61346 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4355 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 209 سائق منهم كما تم المرور على 114 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 372 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية كافة الحالات كما تم فحص 257 مركبات تبين مخالفة 7 مركبات الاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 644 سيارة و60 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 18879 مخالفة مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوثة وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 746 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86748 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 72 مليون ومئة وخمسة عشر ألفا وستمائة وتسعة وسبعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 210 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من بينها 119 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة كما تم ضبط 91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمطبوطات بلغت 78 ألفا وخمسمائة واربعين كتب دراسية وكتب خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المدية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع أربعين قضية بقيمة مالية بلغت 205 مليون وثمانمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وواحد وتسعين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2438 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليار و143 مليون و114 ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستهداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11 مليون وستمائة وتسع ألف وسبعمائة وستة وستين جنيها والآن مشاهدين ننتقل على الهواء مباشرة إلى المؤتمر الختمي للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة الضوء ثم الضوء الضوء يتمثل على الجانب الأباسة بمزء ثاني الارحاب حتى يتم تختيب أنه بعد الهواء لأهوزة من التوحيد أرواح حول العدو واللوع فماذا عن هذا التوحيد؟ طبعاً بتكلم شيء عن موضوع الغضية الفلسطينية الغضية الفلسطينية نحن لدينا جانب ومسؤولين عن جانب الدبلوماسية البرلمانية وقمنا بتحركات كثيرة في الفترة الماضية ونجحنا في حداث تغيير في مواقف كثير من منظمات والهيئات والمؤسسات الدولية خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الأخوة الفلسطينيين مستمرين في تنفيذ هذه الخطة البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية مثل ما تفضلت ليستمر الضغط العربي من خلال البرلمان العربي من خلال التنسيق مع البرلمانات المحلية من خلال التنسيق مع المؤسسات العربية والمؤسسات المؤثرة لنكون رأي عام قوي يدافع الغضية الفلسطينية لكي ينظر الغضية الفلسطينية منظور الصحيح المنظور الصحيح للغضية الفلسطينية فالبرلمان العربي يتعهد بالاستمرار أن يكون عنده خطة واضحة في دعم القضية الفلسطينية وهذا واجب لأنه دائما نحن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأولى بالنسبة لنا كبرلمان العربي طبعا الأرهاب يعني آفة كبيرة والبرلمان العربي مهتم بهذا الجوانب أنشأنا المركز العربي لمكافعات الأرهاب الفلسطين المتطرط اتفاقنا عمل اتفاقية مهمة مع الاتحال البرلماني الدولي لموضوع التعامل مع التشريعات المتعلقة بالأرهاب على المستوى الدولي وتزويد البرلمانات العربية بها الأرهاب مشكلة كبيرة لكن نحن نثق بأن الدول العربية ستتصدى لهذه الأرهاب نحن أكثر الدول التي يستهدفنا الأرهاب لكن في النهاية نتمنى أن تكون هنا خطة عربية موحدة لمكافعات الأرهاب لأن كل الدول العربية الآن تتعرض للأرهاب سواء أرهاب الدول أو أرهاب التنظيمات أو أرهاب أنواع مختلف الأرهاب لذلك نتمنى أن يكون هناك خطة عربية لمواجهة الأرهاب لما يمثل من خطر كبير إذن مشاهدين نقلنا لحضراتكم جانبا من المؤتمر الصحفي الختامي للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الكريملين تأكيده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستحدثان هاتفيا الأحد وسط تصاعد التوترات بشأن أوكرينيا وشددت رئاسة الفرنسي على ضرورة تجنب الأسوأ مشيرة إلى إمكانية إثناء الرئيس الروسي عن المضي قدما نحو الهجوم على أوكرينيا دعا رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا وفي كلمة له ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن شدد جونسون على أنه من غير الممكن السماح بما وصفها بالتجاوزات الروسية وتغير حدود أوروبا وباستخدام إمدادات النفط والغاز ورقة للإبتزاز بحسب وصفه وأشار جونسون إلى أن الإجراءات الروسية تشكل مصدر قلق لمشروع للجانب الأوكريني مؤكدا أن الحشود الروسية لن تخيف ولن تثني حلف شمال الأطلنطية عن الرد في حال الهجوم على أوكرينيا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لديها أسباب للاعتقاد بأن قوات روسية تخطط وتعتزم مهاجمة أوكرينيا خلال الأيام المقبلة وفي كلمة حول الأزمة الأوكرينية قال بايدن إن القوات الروسية تحاصر أوكرينيا حاليا من بيلاروسيا على طول الحدود الروسية إلى البحر الأسود في الجنوب خلال هذه اللحظات المتوترة أبدت القوات الأوكرينية قدرا كبيرا من التقدير ويمكنني أن أضيف ضبط النفس لقد رفضوا السماح للروس بضربهم في الحرب لكن الحقيقة تظل أن القوات الروسية تحاصر أوكرينيا حاليا من بيلاروسيا على طول الحدود الروسية ومعها أوكرينيا إلى البحر الأسود في الجنوب وكل هذه الحدود لدينا سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتعتزم مهاجمة أوكرينيا في الأسبوع المقبل في الأيام المقبلة نعتقد أنهم سيستهدفون العاصمة الأوكرانية كييف المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليونين وثمانمائة ألف شخص بريئ قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة إلى لتوانيا إن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرينيا بدأت في الانتشار والاستعداد للهجوم وأضاف أوستن أن القوات الروسية تنتشر في مواقع عدة موضحا أن الجنود الروس يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم يأتي ذلك فيما بحث أوستن مع رئيس اللتواني سبل تعزيز الأمن في أوروبا سجلت أستراليا 43 وفاة مرتبطة بفايروس كورونا وذلك بالتزامن مع تأهبها لاستقبال السأحين الوافدين من الخارج يوم الاثنين لأول مرة منذ قرابة عامين كانت أستراليا قد أغلقت حدودها في شهر مارس عام 2020 لكنها بدأت إعادة الفتح تدريجيا منذ نوفمبر الماضي إذ سمحت أولا لمواطنينها بالسفر ثم للطلاب والعملين الأجانب والآن لسأحين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حالة الطوارئ العامة التي كانت قد أعلنت في شهر مارس عام 2020 بسبب جائحة كورونا سيتم تمديدها إلى ما بعد أول مارس المقبل وذلك بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أمريكي بسبب كورونا أكدت ضرورة التصدي للجائحة بكامل قدرات الحكومة الاتحادية تأتي تلك القطوة رغم تقليص عدد كبير من الزعماء المحليين في الولايات المتحدة قيود الجائحة مع انحصار موجة سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا أظهر إحصاء لوكالة رويترز ارتفاع إجمالي الإصابات بفايروس كورونا على مستوى العالم إلى نحو مليون نسمة عفوا 419 مليون نسمة في حين وصل إجمالي عدد الوفيات نتجة عن الفايروس إلى أكثر من 6 ملايين وفا هذا وتم تسجيل الإصابات بالفايروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019 أعقدت وزارة الموارد المائية والرؤية والتخطيط وتنمية الاقتصادية اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض الموقف التنفيدي للقطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022 والخطوط العامة لمقترح قطة الوزارة للعام المالي القادم وأوضحت وزارة الموارد المائية والرؤية أن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة بما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر وأشهد الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات وزارة الموارد المائية والرؤية لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية أو لتنفيذ مشروعات جديدة انطلقت عملية الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بمدارس 12 محافظة بالإضافة لبعض المدارس الخاصة والمدارس التباعة للكنيسة في محافظتي القهرة والجيزة هذا وينتضم غدا ما يقرب من 24 مليون طالب وطالبة بباقي مدارس الجمهورية بجميع المحافظات الجمهورية وكذلك بالجماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من عام 2017 وإلى عام 2022 والتي عملت من خلالها الجهات الوطنية بتعاون مع البنك الأوروبي على دفع جهود التنمية في مصر في كافة القطعات من خلال عدد من المحاور وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن التمويلات التنموية التي أتاحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطعين الحكومي والخاص على مدار فترة الاستراتيجية السابقة سجلت نحو أربعة وتسعة من عشر مليارات يورو وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة ودعم رؤية الدولة 2030 وتعزيز التحول نحو اقتصاد أغدر ونمو شامل ومستدام أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 2021-2022 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظة الجمهورية للعام الثالث على التوالي يأتي ذلك بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030 هذا وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد أن إطلاق خطة المواطن يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبدولة لتطوير منظمتين التخطيط والمتابعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وبما يسهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وتوطين أهداف التنمية المستدامة افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهاء للديني في دورتها الخامسة وتنافس المتسابقون الذين يمثلون 66 دولة في خمسة أفرع وهي حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين وحفظ القرآن الكريم برواية وحدة للإناتة والأصوات الحسنة والابتهاء والإنشاد الديرية كما تمت إضافة فرع خامس وهو المقاصد الأول مرة هذا العام لتكون المنافسة في محلية على أن يتحول إلى عالمية في العام المقبل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم طاقت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي نحن في خدمة كتاب الله وفي خدمة سنة السيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذه المسابقات تسهم في خدمة القرآن وفي تحفيز الناشئ على حفظ كتاب الله عز وجل أنا بحمد ربنا عز وجل أنه في النعمة التي نحن فيها وفي نفس الوقت لولا الاستقرار والأمن والأمان الدولة المصرية فيه ما كانش فيه إعادة تشكيل الوعي لشبابنا سواء في كل المجالات سواء في مجال الثقافي ومجال الديني ومجال البنية التحدية مصر الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي بتعمر وتبني بتهيد تشكيل الوعي وبتهيد بناء المواطنة من مصر وفي نفس الوقت بنحارب الإرهاب وبنصلح الفكر المتشدد أكد وزير الزراعة استصلاح الأراضي سيد القصير أن الوزارة تشارك في المشروع القومي لتطوير قرار في المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضح القصير أن المبادرة تستهدف رفع مستوى صغار المزارعين وإقامة مشروعات خدمة وإنتاجية بالريف مشيرا إلى أن الوزارة سوف تقدم كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة وذلك من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقا لاحتياجات القرى المستهدفة ووحدات بيطرية وجماعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعية وكذلك مراكز تجميع الألبان قام وفد من منصقي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزيارة إلى جامعة قناة السويس لبحث مزيد من التعاون بين الجنبين وأكد رئيس جامعة قناة السويس ناصر مندور حرص الجامعة على تقديم كافة الإمكانيات والكوادر للمشاركة بمبادرة حياة كريمة لافتا إلى أن جامعة قناة السويس من أوائل الجامعات التي تنظم قوافل الإصحاح البيئي بمحافظات إقليم القناة وسيناء فضلا عن تقديم الكشف والعلاج بالمجان للأهالي وتحويل من تستدعي حالته إلى إجراء عمليات أو إجراء مزيد من الفحوصات بالمستشفى الجامعي بالمجان كما تنول اللقاء بحث سبل مساهمة المستشفيات الجامعية في المبادرة وما تقدمه الأقسام المعنية بدوي الهمام أعلنت مدرية الصحة بمحافظة سهاج عن استمرار عمل القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا والقرى التي تشهد أعمال إنشاء وتطوير للوحدات الصحية بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأشارت منصق عام القوافل الطبية بمدرية الصحة بسهاج سحر إبراهيم أن القوافل تشمل تسعة تخصصات طبية متنوعة بالإضافة إلى أيادة للأسنان ومعمل للتحليل الطبية وصيدلية لتقديم الأدوية بالمجان فضلا عن تقديم القوافل عدة محاضرات توعوية للمواطنين بذلك القرى صدق قامة قفلة لعلى مدار يومين قدم نسلسة قوافل ودر رئاسية حياة كريمة عندي في القفلة تسعة تخصصات بطنة وأطفال ونسة وجراحة ورمض بجلدية وعظام وأسنان وتنظيم أسرة كل الخدمات بتقدم مجاني سواء كشف أو علاج أو أشعة أو معمل تحليل عندي أعمالين تحليل مفصلين معمل للطفائليات ومعمل للدم افتتحت نقابة المهندسين منطقة ملاعب نادي نقابة المهندسين تجريبيا بالتجمع الثالث على أرض القاهرة الجديدة ويضم النادي ملاعب خماسية تنس وسكواش ومناطق ألعاب للأطفال وفق أحدث النظم والمعايير بتكلفتهم بلغت نحو ستين مليون جنيها بما يضمن تنفيذ خطة النقابة للارتقاء بمستوى الخدمات لأعضائها ليعزز ذلك الأمال بنقل مقر النقابة من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة مع إضافة العديد من الخدمات التي تقدمها النقابة للمرة الأولى على أرض القاهرة الجديدة يفتتح نادي نقابة المهندسين تجريبيا في ثوب يليق بخدمة المهندس المصري ملاعب خماسية وتنس وسكواش ومناطق ألعاب للأطفال وكلها أعدت وفق أحدث النظم والمعايير بتكلفة تناهز الستين مليون جنيها وبما يضمن تنفيذ خطة النقابة للارتقاء بمستوى الخدمات لأعضائها طبعا نقابة المهندسين تقدم خدمتها لكل مهندسينها في مختلف المحافظات وزي ما قلت الحركة النهاردة النادي ده بيعتبر متنفس كبير جدا بالإضافة للنادي اللي موجود فيه نادي أبو الفدة في هذا الأمر مع نقابة المهندسين بالقاهرة الحمد لله المرحلة الأولى والتانية خلصوا المرحلة التالتة بدأنا فيها منطقة الملاعب تم افتتاحها النهاردة وحضر معالي النقيب المهندس هاني ضاحي احنا حبينا نوري جمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة ان الحاجات اللي أعلنناها يجوا يشوفوها النهاردة هذه التطورات الإيجابية عززت الآمال في التعجيل بنقل مقر النقابة من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة عملية انتقال ستشمل إضافة عديد من الخدمات التي ستقدمها النقابة للمرة الأولى وحنا كمهندسين في نقابة القاهرة مهتمين جدا بالخدمات النقابية اللي بتمس المهندسين وأسرهم وافتتاح نادي التجامع الثالث ده إحدى الخدمات اللي بنقدمها المهندسين القاهرة وإن شاء الله هيكون فيه مكان للخدمات النقابية داخل التجامع الثالث هنا وهيكون فيه مبنى إداري برضو يخدم المهندسين بتوع مهندسين النقابة الفرعية القاهرة وده طفرة إنشائية النقابة بتعملها النهاردة ويمكن ده ماشي مع توجهات البلد احنا شايفين في الخمس سنين الأخيرة الطفرة الإنشائية الموجودة في مصر هي طفرة غير مسبوكة ما كانتش موجودة قبل كده فزل طبعا كيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويمكن دي كمان بتورينا قد إيه النقابة تهتم بملف شباب لأن المشروعات القومية كلها بتحقق أهداف التنمية المستدامة والتحاول الرقمي وقائمة على مبدأ المدن الزكية وعلى قائمة أولويات النقابة إنجاز مرحلتين منتظرتين من التطوير بناديها بالتجمع الأول خطة ستتكلف نحو مئة مليون جنيها ويضعها المهندسون قيد المناقشة في هذا الاجتماع الخدمات الموجودة وظهرة جدا جدا بالنسبة للمهندسين بالنقابة بمنطقة القاهرة الجديدة والخدمات التي اتعملت في الخدمات الصحية وزيادة المعاش كلها حاجات تهم المهندس المهندس النهاردة هو العصب الأساسي في التنمية للمصر قائمة بيها في الوقت الحالي كان عندنا أساسا نادي بولفدة وده في الزمالك وليه طبيعة خاصة على النيل ونادي حلوان وده بيخدم جنوب القاهرة أساسا كان منطقة شرق القاهرة ما فيهاش نوادي أساسا الأرض دي التخطيط عمل فيها شغل كواس جدا يعني فيها ملعب سكواش فيها ملعب خماسي فيها مبنى حفلات فيه مبنى تاني اجتماعي كلاب هاوس كبير ده بيخدم شرق القاهرة وشرق القاهرة أساسا نقابة القاهرة أساسا فيها 230 ألف مهندس من ضمن 38 بنسبة حوالي 27% الاجتماع شهد أيضا تكريم أبناء المتفوقين من أعضاء النقابة في لفتة تهدف إلى دعم المتميزين من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية فضلا عن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2020 وعلى الهامش افتتح وزير الانتاج الحربي معرضا يضم أحدث منتجات مصانع الوزارة وشركاتها وكلها صناعة مصرية أنا في منتهى 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 السعادة لأننا جئنا هنا في انتخابات 2020 أنا منتخب في 2020 جئنا استلمنا النادي ده عبارة عن صور وأرض صحرة فاش أي حاجة كانت حلم بالنسبة لنا أننا يعني النادي ده شايفينه على ورق وشايفينه صور حلم أننا نشوفه على الطبيعة النهاردة والناس دخل النادي أنا كنت في منتهى 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 السعادة افتتاح منطقة الملاعب بنادي نقابة مهندسين القاهرة الجديدة ونقل مقر النقابة من مدينة نصر إلى التجمع أضاف المزيد من الخدمات الجديدة بالمقر الجديد شاهدين وصلنا إلى ختام نشراتنا وهذه على وين الأكبر مدبولي يوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وتحريك المعدات اللازمة لمواجهة أثار سقوط الأمطار خلال مؤتمر ميونيخ للأمن شكر يؤكد سعي مصر لتعزيز الإسهامات الوطنية للدول لمواجهة تغير المناخ خلال أعمال المؤتمر الرابع للفرلمان العربي رئيس النواب يؤكد ضرورة سياغة رؤية عربية لمواجهة الإرهاب مجاهدين وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون مصري نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء